للحديث بقية لسيما هذه المواسم الإيمانية العظيمة في هذه الأشهر وهذه الأيام المباركة وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستعد لاستقبال شهر رمضان وكذا الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرده وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبشر الصحابة الكرام بقدوم رمضان قبل قدومه فيقول قد أظلكم شهر عظيم مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على معنى مهم جدا في استقبال رمضان فيقول وينادي فيه مناد من قبل الله تبارك وتعالى أن يباغي الخير أقبل ويباغي الشر أقصر فهذا نحن نقترب من رمضان وننتظر رمضان شهر الخير والبركة شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كم من الناس يتمنى أو كان يتمنى أن يطيل الله عز وجل في بقائه فيدرك رمضان ولم يدرك رمضان كم من الناس أتى عليه رمضان ولم يكن له نصيب من رمضان وكم من الناس بلغه الله رمضان وكان حظه من رمضان هو الجوع والعطش كما قيل رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب كيف أستقبل رمضان كيف أستعد لرمضان بدري قبل رمضان بفترة كيف أجهز نفسي وقلبي لرمضان كيف أتهيأ للطاعة كيف أتهيأ للقرآن والصيام والقيام ولإمساك اللسان ولغض البصر وبترك المحرمات وبترك فضول الكلام وما إلى آخر ذلك هذا هو لقاء الليلة نسعد ونشرف بصحبتي الدعية الإسلامي فضيلة الدكتور سالم أبو غالي مرحبا سيدنا رضي الله عنكم نورتنا وأسعتنا الله يحفظكم أولا كل عام وحضرتك الأسر كريمة بخير وصحة وعافية وربنا وبلغنا وإيكم رمضان على خير اللهم أمين سيدنا خلينا نقول في البداية كيف نستعد لشهر رمضان لنتهيأ له بطاعة وبحسن استقبال بإذن الله الحمد لله واشهده لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهده أن محمد أن أعبده ورسوله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم وما بعد ابتداء كده أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان اللهم أمين صلى الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعني أن يجعلنا فيه من المقبولين إن شاء الله أنا عايز أقول ابتداء كده أهل الدنيا استعدوا الآن بص حواليه بص للمحلات اللي حواليه بص حتى للبرامج بتاعة فلان وعلان هتلاقي الكل دلوقتي بدأ يستعد وكل بدأ ينظم ويجهز لشغله التجار بدأوا يجيبوا البضاعة بتاعتهم عشان يتأهب لموسم رمضان لأنها يحصل فيه مبيعات كثيرة فيحصل منه الأموال نعم فأهل الدنيا استعدوا لأمور دنياهم بالأموال نعم أهل الأخيرة الطبيعي أن يستعدوا لجنة فيها ملاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بالحسنات نعم فما أعظم من رمضان من تجميع الحسنات نعم حتى تستطيع أن تشتري بها جنة فيها ملاعينه رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم العاقل هو اللي هيبدأ يستعد نعم أنا مش متصور مثلا واحد يبقى تاجر من التجار عنده بضاعة وعارف إن الموسم بتاعه في رمضان وقاعدوا الناس كلاحة وليش غالة نعم كذلك الآن أصحاب الخيرات أنت واحد قاعد أنت بتستقبل حاجة يعني أمر حظيم جدا نعم أمر بيه تستطيع أن تضع قدمك في الجنة بهذا الأمر وبهذه الفرصة أنت بادي تتأهب لها إزاي نعم أنا لو قلت لك دلوقتي أني مثلا رئيس جمهورية أو ملك من ملوك الدنيا هيجي لك ده أنت مش بقيت تغير البيت وتدهن البيت وتبدأ تتجهز وتتهيئ تمام حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول وانتظار الصلاة إلى الصلاة في انتظار للعبادة فما يبقى له بهذا الشهر الكريم وهذه الفرصة الكبيرة هذه الفرصة العظيمة ستين فرصة عدق من النار ستين فرصة دعوة مستجابة ليلة خير من ألف شهر باثنين وتمانين سنة حداث كبيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صم رمضان من قام رمضان من قام ليلة الخادر من قام ليلة خير من ذنب تعايز تاني أعايز فرص أكتر من كده وأعظم من كده يبقى المفترض الطبيعي تبقى جاهز لها ازاي تتجهز بها ازاي ومن أعظم ما يتجهز الإنسان به في رمضان أن يؤهل قلبه ليه الألم لأن ده موت النظر سبحانه وتعالى موت النظر إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ينظر إلى قلوبكم قلبك نفسه عمله ازاي أنت متشوق للمغفرة أنت متشوق أن ربنا سبحانه وتعالى يسمحك وأنت تعلم أن الله رحيم تعلم أن الله شكور يشكر على أقل شيء يشكرك على أقل شيء بتعمله يعني تغطل خطوة ولسا الحب يتقرب إليه بنوفل حتى أحبه أي قرب من تقرب إليه شبرا تقربتوا إليه ذراع من تقرب إليه ذراع تقربتوا إليه باع من أتاني يمشي أتيته هرولا واخد بالحضرتك يعني أنت أي استعداد منك الله يشكره لك أي بداية منك لقلبك واخد بالحضرتك في رمضان ربنا سبحانه وتعالى له كل إله العتقاء من النار طيب القلب ده هل مؤهل يدخل رمضان فينظر الله سبحانه وتعالى إلى قلبي وقلبه فيقول لملائكته أشهدك من ملائكته أنك الغضرت الله نعم ما هو معلش يعني ربنا مش هيغفر لأي حد ومش أي حد اللي هيبقى فيه دار القدس دار المقدسة الجنة مش أي حد هيبقى موجود فيها تتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم تتبقى مع الصادحين مع النبيين والمسلين أسأل الله أن يرزقنا إياكم الجنة يا رب وهي نقطة أهمية دكتور حتى أن القرآن ذكر يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بن إلا أن الله بقلب سليم هنا يخص القلب بأنه سبب مجال العبد سبحانه وتعالى كيف إذن أنا أعمل على طهارة قلبي وعلى أن يكون قلبي صادقا في محبته وأعماله بشكل عام أعمال القلوب حب وإخلاص وتوبة ورغبة ورهبة وإنابة وتوكل ولجئ إلى الله سبحانه وتعالى وما إلى آخر ذلك كيف أدخل إلى رمضان بقلب جديد يقبل على الطاعة ويكره العصيان والسيد دكتور أحمد القلب عامل زي كوبية المية دي كده نعم واخد بالحضرتك لو أنا جيت أعزك الله جيت جبت مثلا نقطة سودة نقطة حبري من قلم أو أي حاجة مش نظيفة نعم وحطتها في المية إيه اللي هيحصل هتعكر المية طيب حطت كمان نقطة هتعكر المية أكتر طيب زودت كلما زودت كلما المية إيه بدأت تتغير إحنا وضعنا في التلتمائة وستين يوم في طول السنة قاعدين قلنا دا عامل زي كوبية المية أو قلوبنا عموما على الفطرة فبدأتنا للأسف الشديد بدأت يعني تتغير بالمعاصي والذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد وذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء نعم فإحنا قلوبنا بدأت زي كوبية المية بدأنا نحط فيها ذنب نظرة محرمة خلوة محرمة كلام محرم سماع محرم مع كل ذنب من هذه الذنوب نكت في قلبه نكتة سوداء طيب أنا لما حب أنظف الكوبية دي هعمل إيه أول خطوة أبدأ كوبها عشان أقدر إن أنا أما أجي حط حاجة ما تتوسخش ثاني يبقى أنا أول حاجة لابد أن أقطع المعاصي والذنوب عن القلب المادة التي تدخل في أو تدخل في القلب فتلوها نعم فتعكرة ودي النقطة المهمة اللي دايما حتى شبابنا بيجوا في رمضان ويشتكوا منها يقول لك أنا بسمع القرآن ما بحسش بحاجة آه بصلي وراء الإمام مش بركز للصالحة الإمام بيعيط وأنا مش حاسس بي وأنا عامل زي العمود اللي أنا بصلي جنبه نعم طب طبيعي ليه القلب يا دكتور أحمد فيه طبق المعاصي بتعمل طبقة من الران كان لابران على قلوبهم يعني فيه صدى على القلب زي الحديدة كده تمام عليها صدى فييجي إنت مثلا عايز توصل القرآن للقلب ففيه حاجز بقى موجود فييجي القرآن ينزل ما يوصلش وده الفرق اللي كان بينه وبين الصحابة هو لما سمع أظن عمر بن خطر لما سمع إن عذاب ربك اللي واقع على الأرض ليه الله أخشي عليه نعم مفيش حاجة موجودة بتحجز عن القلب القرآن بينزل مباشرة إحنا مشكلتنا بقى نقطة على نقطة على نقطة على نقطة تتون هذا الران على القلب فاتعمل لإيه الران يبقى أنا محتاجة أعمل إيه بقى أصنفر الران ده أبدأ أصنفره باستغفار أصنفره بتوبة أصنفره بقطع السلك أو قطع الحبل اللي بيدخل المعصية والذن يبقى أنا عندي مثلا بنت بكلمها أقطع الحبل طب عندي مثلا صحبة بتخليني أعمل حاجات مش كويسة أقطع الصحبة يبقى أنا بدأت أكب بالمية الموجودة في القلب الموجودة في الكباية وهنا كلام سيدنا عثمان رضي الله عنه دكتور لما كان بيقول وفضلك بتكلم سبحانه تذكرته لو طهرت قلوبنا ما شابعت منكلم ربنا إذن عملية السنفرة دي بتطهر القلب فأصل إلى مرحلة أني أسمع كلام ربنا فأحس بيه أستشعره أتدبره ودي حل كبير جدا حتى الاستجابة الإنسان حتى لفعل الطعاية نعم استجابة الإنسان مع المعاني الشرعية ما هي محلها القلب يعني مثلا الصحاب اللي كان يفضل يدعى ربنا سبحانه وتعالى أن يبلغه رمضان ويفضل بعدها كمان بست شهور أن يتقبل منه ليه ايه اللي شغله طول السنة برمضان الان طهرت القلب الرجل اللي ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيدخلوا عليكم ورادرهم من أهل الجنة وراء عبد الله بن عمر يبات مع ثلاث يام عشان يعرف ايه السبب اللي خليه يدخلوا الجنة قال أبيته ليس في صدري شيء سلامة القلب هنا سلامة القلب فإحنا محتاجين نبقى دخليل رمضان قلبنا نظيف نهياء من دلوقتي صحيح تبدأ تهيئ المكان ما فيش حد يا جماعة أنا فاكر مثلا لما كنا يعني بنعمل حاجة كده معينة مثلا في أرض يعني فقال المهندس اللي كان شغال بيقول احنا أهم من الزرعة نفسها ان احنا نؤهل الأرض ان هي تبقى تتحط فيها البزر فأنا انت داخل على رمضان تتحط رجل به في الجنة نعم انت داخل رمضان يعني داخل تقرائبتك من النار أنت مش داخل لrei حاجة سهلة مانتش داخل لحاجة هينة نعم انت داخل تت impair عطي رقابتك من النار يبقى أنا قلبي ده اما دخلوا رمضان ازاي داخل بأنه صورة بأنه شكل بقلب متعلق بالمعاصي بقلب متعلق مستني برنامج فلان الفلاني مستني ان هو يسمع الحاجة الفلانية يعني انا سايب المجال لاخواننا المشاهدين بما يرضي اللذب بوهل يعني او بانصف تمام لما ربنا سبحانه وتعالى له كل ليل عتقاء من النار ينظر في قلوب العباد ينظر في قلبي في قلبي دكتور احمد في قلبي سين في قلبي صاد فينظروا في قلوبهم في واحد طول الليل احد يقول يا رب يا رب وكان قبل رمضان احد يقول يا رب يا رب ويجي رمضان يبقى حرص كل ليلة ده واحد متعلق هو ومستني وقالت ووقت الاجابة دلوقتي طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصائم ده ومستجابة واحد حريص طيب ده مؤهل ان تعتق رقمته في النار وان يكون مع النبي والصدقين والشداء والصالحين في الجنة ولا واحد مستني ينفطر عشان يلا يا أولاد نجاهز نفسنا ونجيب الشوية اللب ونأزأز ونفضل بقى نتفرج على فلاني فلاني مين في دول؟ أنا أسايل ومستحيل يستويان يعني سبحان الله الله عز وجل حكم عدل فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الأمر يا جماعة محسوم عند ربنا ما عندوش جمايل ربنا ما بيجميلش حتى العسام حاد ونزلك حتى بعد الآية دي ربنا بيقول أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلوهم جنتوا الماء ونزلوا بما كانوا يعملون ولعب الزكر في الآية مرتين وأما الذين فسقوا فما واهم النار ما علش يعني في الكلمة الدرجة يقولك القرة في ملعبك إن في الكرة في ملعبك واخد والحضرتك الكرة في ملعبنا دلوقتي إحنا اللي بنختار شكل أخرتنا إحنا اللي بنختار شكل وقفةنا قدام ربنا إحنا اللي بنختار شكل مصرنا قدام ربنا سبحانه وتعالى بتختاروا من إن بتختاروا من الأيام اللي إحنا فيها دلوقتي طيب أنا لو قلت بقى دكتور بثل solu خلاص اعمل لي جدول دكتور سالم قل لي اعمل ايه يعني قل لي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بحيث انا خلال هذه الايام الى ان اصل الى شهر رمضان اكون فعلا استعديت اعملت حق قلت لي اصنفر قلبي بدأت اصنفر قلبي فعلا وانا استشعر الخير في شبابنا وفي اه فتياتنا وانهم فعلا يحبون الله سبحان الله بطبيعة الحال كل الناس بتفرح برمضاد يعني الناس بتحب شهر رمضاد وبتفرح بيه وبتستنى ومن السنة لسنة يقولك ان شاء الله رمضان باقي عليه كذا باقي عليه كم يوم يفضلوا يحسبوله طيب كيف ابدأ اضع لنفسي خط سير بنقاط عملية تنصحني بها حضرتك سواء في صلاة في صيام في قيام في صدقة في ام اي شيء قل لي على النقاط ابدأ استمسك بيها من الان عشان اعود قلبي واعود نفسي على الطعم واتهيأ لرمضان جميل سؤال جميل شبابنا لما بيروحوا وطبعا كتير من شبابنا ما شاء الله ربنا بيرك فهم يا رب وانا بشجحهم للحاجة دي بيروحوا صلاة الجمرة نعم يروح يلعب حديد ويروح ينمي جسمه انا فاكر لما حبيت اروح معاهم مرة كده اضفارة جاء اضفارة جاء لهم وبيشيلوا فانا فاكر لما الموقف كان عجبني وعايز بقى ايه اشيل جامد فجاء الكابتن قال لي لأ ده اول يوم لقيته بيعرفش اسمي للعصايا اللي بتاع الحديدة لوحدها كده سوبار بيعرفش اسمي فقال انت ايه هتبضل بس وانا مستسأل يعني ايه يا راجل طويل وكده واحد ارفع بتاع الصغيرة دي اتقال لي فاضية قالك تشيلا فاضية فاضية اوه واخد بال حضرتك ولما تيجي بقى المرة كان شاء الله نديك بقى اوه واخد بالك ويبدأ يطلع عن درجة درجة نفس الموقف ده ونفس المثال ده انا عايز اخواننا يبدأ بيه النهاردة اه وتاخد من كل اه 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 اجناس العبادات في رمضان وتبدأ تعملها على سبيل المثال نعم احنا عندنا بنصلي التهجد من ليل في رمضان لابد ان يكون ليا ورد من قيام الليل من الان ما تجيش بقى في رمضان تقوم بداخل مرة واحدة واخد بالك عامل زي الليات ابدأ هتيجي تبدأ مرة واحدة من اول يوم مش هتقدر تكمنش مش هتقدر الامر ده ودي من ضمن المشاكل اللي بتحصل لشباب يصلى اول يوم وتاني يوم تالت يوم يبدأ ينزل رابع عم بتروش في المسجد المساجد بتغضى عفوا انه اصل عبروا الموضوع وارجع على دين النقطة دي دكتور سالي مهمة جدا حتى في شبابنا اللي بيقبل على الالتزام اه بشوف بعض اخواتنا الطيبين بيقبل على الالتزام اوي ودخل بيسدروا في الموضوع كل حاجة اه يعني حتى المسائل التي بها خلاف معتبر او سائق يحرم ياخد رأيه يتبنى وينتصر ليه ويجادل عشان ويبدأ يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي هذه النقاط حتى يبرز الخلاف ويبدأ اختلف حتى مع اهله مع ابوه مع امه واخواته بسبب بعض المسائل الخلافية دايما دكتور سالي بيقول سبحان الله في الغالب بافضل يتتبع هذا الشخص مش بيكمل طبيعي بيبدأ كده ما بيكملش طبيعي حتى مش رمضان بس يعني حتى في الالتزام هو في درجة تديونه في محافظته على الصلاة حتى اللي يبدأ كده ده في الغالب مش بيكمل بنفس هذه الطريقة ولزلك بصة هقول لحظي على حاجة اه اخواتنا يعني اللي بيبدأوا يتعلموا السواة بتلاقيها مثلا في بداية السواة بتغبط ليه يعني صراحة على طول بتغبط يعني مش بتبدأ في الاول بس بتطلع امريكاني على طول بتغبط لبسة في الحيطة فهو ده نفس المشكلة على طول بتنزلو مع عرصفة يعني مش في الاول بس يعني يوم كالبشين في الدركزيون لأ ودايسة على البنزين الجامل في حاجة اسمها فرامل جانبك لا 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 بيشي كلامك لا الفرامل في الحيطة فالشاهد يعني ان ده ده الامر الطبيعي اه لأي حد يعني بيدخل بقوة لأنا عايزك تعمل ابدأ من النهاردة وحدة وحدة ابدأ مثلا قراءة القرآن لابد ان يكون لها ورد من القرآن نعم اقرأ مثلا كل يوم على الاقل خالص على الاقل بش اقل من جزء تمام ابدأ مثلا الصلف جماعة ابدأ مثلا ب اذكار اذكار الصباح والمساء ابدأ من الآن ابدأ اقرأ في بعض الكتب او اقرأ في بعض الاشياء او اسمع بعض المحاضرات اللي بتكلم عن فضاء الرمضان يبدأ قلبي مهيئ نعم ليه ربنا سبحانه وتعالى الاية والاية ديت انا عايز اخوانا ياخدوا بالهم منها اوي 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 قال الله عز وجل ولو ارادوا الخروج لا اعدوا لهم اعدوا لعدة نعم ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقلق عدوا مع القاعدين نعم الاية ديت ده محور او لقطة مفصلية في مسألة الاستعداد من الاخر وزي يقولوا كده وعلى بلاطة يعني نعم الله لو اراد لك المغفرة يهيئك لها حتى تهيئ ليها باي صورة من الصور ولذلك دايما تلاقي بعض الناس الصالحين اللي بيموتوا نعم يقول لك الراجل ده كان الراجل ده لسه كان عامل كده انبارح صحيح صحيح يعني عندنا شاب لسه ميت من شهر كده اسأل الله ان ارحمه ورحمة انوزيع الله الله امين كان الليلة اللي ميت فيها كان بيغير فلوس عشان رايح يعمل عمرة الله يعني مثلا ميت السبت اه كان هيعمل عمرة يوم التلاتة سبحان الله ده خلاص اه هو اشمع نبي يعمل هيعمل دي دلوقتي اخواتنا في غزة يا دكتور اللي بيموته هو ساجد ويصال اه سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث اه صحيح اذا احب الله عبدا عسله الصحابة رضي الله عنه وارضهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف يعسله يا رسول الله قال يقيد له عمل خير ثم يقبضه عليه الله الشاهد منها ايه ان لما ربنا اراد ان يقبضه على الخير هيأه لهذا الخير من قبله نعم قبل الامر نفسه هيأت للخير كذلك اذا اراد الله سبحانه وتعالى لك المغفرة في رمضان وان تخرج من الرمضان من الفائزين وان تعتق من النار في رمضان اعلم ان الله سيهيئك قبل رمضان ببعض العبادات يبقى انت مستعد يبقى انت مترقب يبقى انت خايف نعم الخوف اللي هو الخوف اللي مش الخوف اللي بيمنع الانسان عن العبادة والطاعة لا الخوف اللي هو يا ترى انا انا كده وفقت الله اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوجده اتمنى انا قلبي فيه حاجة انا من الشايفة طب فيه حتة كده مثلا انا عامل مش ااخد بالي لنا محتاجة تتشال وتتصنفر ولا انا لسه انا كده تمام هو ده زي اللي بيبقى رايح يا قابل واحد مثلا وتلاقيه مثلا يقول لي زوجته او يقول لي اخوه او كده طب بس بص كده طب فيه مثلا حتة هنا وتلاقيه من يمسك شعر بلاش شعر دي وتلاقيه بيهيئ الشكل ويهيئ المنظر حتى يقف بين يدي هذا الرجل باحسن صورة وبأتم صورة فما بالك وانت داخل على شهر فتحت فيها ابواب الجنان غلقت فيها ابواب النيران يعني قيدت فيه الشياطين من اجلك كأن يعني ربنا بيقول لك بقى ايه فضلك ايه بقى يعني خلاص اسباب المغفرة بتهيئ لك طب هو ربنا سبحانه وتعالى انت هتزودوا حاجة خلاص والله ولا حاجة لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اطقى قلب رجل واحد ما زد ذلك في ملك شعر لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على احد جد قلب رجل واحد بالنقصة ذلك من ملك شعر والحديث دكتور الحديث الجميل فضلتك من تذكرنا بي انا لا استحضر متنه الذي يؤكد ان الرجل الذي حضر رمضان كان افضل من المجاهد في سبيل الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو حضر رمضان أو قد بلغه الله رمضان الصحابة نفسهم هو الرجل كفرق عن أخوه بالظبط بعام واحد والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره من نداف دخل الجنة قبل أخوه طب السبب إيه رسول الله قال ألم يحضر لأنه شافه في الرؤية يعني فبيقول له إيه فدخل قبل أخي نودي عليه قبل أخيه فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي فصر هلو كلمتين اتنين أدرك رمضان مع إنه إيه ده مجاهد الأولاني والثاني ده أدرك رمضان ومتى بعده بعام فأدرك رمضان فدخل الجنة قبل ومع إنه ما ماتش مجاهد ولا حاجة واخد بالحضيرك فكان الفارغ في الوقت ده السبب أنه بلغه الله رمضان يعني يعني عارف أنت كده زي فرق صبعات واخد بالحضيرك فرق رهيب يعني فرق رهيب إدرك رمضان ده فرق رهيب جدا 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 ولذلك أنا بقول لي إخواني أنا عايزك تبقى حريص إنه إنت تدرك رمضان لأنه قد يكون في هذا الشهر أو في هذا الحاجة اللي أنت عامل مش واخد بالك منها دي تكون إنت بتضع بها قدمك في الجنة وأنت تدري تكون بها برفقة ربنا سبحانه وتعالى يكون في ذنب يحضرني موقف دلوقتي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي في الطريق فوجد رجل اسمه أبي مسعود الرجل ده النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بيضرب العبد بتاعه كان الضرب مؤلم شوي نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه وقال يا أبا مسعود لالله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد نعم فنظر فبيقول فوجدته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو حر لوجه الله يا رسول الله يعني ردت فعل جميلة نعم النبي قال له بقى كلمة قال يا أبا مسعود لو لم تفعل ذلك للفحتك النار الله لو لردت فعلك دي كانت تنفعك النار شايد من دي أن في مواقف معينة ممكن للإنسان يعملها من المعاصر والذنوب تكون مجيبة له للنار والحياذ بالله والعكس قبل نقطة مهمة دكتور سلم عشان أنا يعني ممكن أجعلها نقطة محورية في الاستعدة رمضان نعم فضلك ذكرتها الآن نقطة هذا رد الفعل من صحابي الجليل تجاه النبي صلى الله عليه وسلم نعم والنبي يقول له لو لم تفعل للفحتك النار نعم إذن رد المظالم هنا وأن يتحلل العبد المظالم فيه قبل دخول رمضان في جميع حواله لكن في هذه الأوانة تحديدا حتى يدخل رمضان بقلب سليم وهو لم يظلم أحدا من خلق الله سبحانه وتعالى الأسياء ما في هذا الزمان يعني الذي أصبح فيه من السهل جدا أن الأخ يأكل حق أخوه أن الأب يهضم حق أبناءه مثلا أن الأخ الشقيق وده ممكن موجود عندنا شوية في الصعيد ربنا يا رب يوصح حوالنا جميعا أن الرجل الذكر يحرم إخواته البنات من الميراث ولا أعلم كيف يتحمل هذا البني آدم هذا الظلم أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قضية الخصومة الشديدة جدا لتصل لشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل ماذا تقول لأتحلل من المظالم وأنا أستقبل شهر رمضان ولا أعلم الإنسان لا يعلم العمر متى ينتهي والله يا دكتور أحمد إخواننا اللي هم قريبين مني نعم يشهدون على ذلك دايما أقول لهم إن مدت يعني أسأل الله أن يرزقنا أنا وبارك فعمرك رزقناك حسن الخاتمة يا رب أمين يا الله فدايما أقول لهم الكلمة دي أقول لهم لا تنشغلوا بي يعني لو مد بتنشغلوش بي إن شغلوا بشيء واحد بس أي حد تعاملت معه في أي شيء مدي أو أي حاجة سددوا عني يعني إيه قلوا له لو أنا قصرت في حقه في حاجة سمحني ليه الله سبحانه وتعالى أكرم مني ومن الخلق جميعا نعم تمام ويسامح في حقه أما في حقوق الناس فلا يسامح فيه سبحان الله فلو في أي مظلمة بينه وبين أي حد رحوله رحوله بيته واستسمحوه لو أنا موت الحمد لله أسأل الله عز وجلنا ربنا يعني يعفو عنا وأن يصل قلوبنا بنحاول بقدر مستطاع ما يبقاش في مظلمة بينه وبين أي حد ولكن وارد إن الإنسان يا خطأ صحيح الموت ده موتة مهمة جدا تحجب تحجب عن دخول الجنة بسبب مظلمة واحد نعم سبحان الله يعني ممكن يصوم رمضان دكتور سالم ويقوم رمضان وينحج لبيت الله الحرام لكن هذه المظلمة لأن الناس لها عنده حقوق تحجبه عن الجنة والله يا دكتور كنت بقرأ حاجة كده في الأخيرة يعني نعم فلفت نظري أمر عجيب أوي إن ربنا سبحانه وتعالى أول حاجة يسأل فيها عن حقوقه هي الصلاة نعم وأول حاجة يسأل فيها عن حقوق البشر القتل الدماء نعم ده بيديني إيه؟ بيديني إن ما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال أول من حسب العبد أول من حسب العبد أول من حسب العبد أول من خلال الصلاة فإن صلاحة صلح سهير عمد ونفسر سهير عمد يبقى الحساب في الجزئتين دول بيتعلق بيهم اللي بعدهم واخد بالحضر فتعال إنت عملت إيه في مظلمة هذا العبد وهذا الشخص فنعم فرحتي أنا قاعد أقول يا ربي والنبي قال أن يستجاب واخد بالك ما أكله حرام وملبسه حرام ويغذب الحرام الشاهد من الكلام ده إيه؟ إنت فيه في مظلمة لابد أن تتحلل منها أولا حتى يستجيب الله لك هو أنت بتعمل العبادة دي ليه؟ عشان ربنا يدخلك الجنة بتعمل العبادة دي ليه؟ عشان ربنا نجيك من النار لا هو أنت أصلا عبادتك دي تلن ترفع إلى ربك سبحانه وتعالى حتى تتحلى تتحلى أو يعني أن يعود الناس أو يعود المظالم إلى أهلها نعم واخد بالحضرتك أنا أتذكر موقف وأنا موجود عندنا في المسجد جات لي واحدة ست وكان معاها أولادها صغيرين يعني فيهم حد كبير وحده صغير المهم يعني فكان عندها قطعة أرض القطعة دي كانت أرض زرعية وبقت مباني وجزها ميت أس الله نرحمه رحمه 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 المهم فجابت فيه كان فيه ولد قاعد فيه الأرض دي يعني كانوا سيبين وكده بيعمل فيها حاجات فقاعد في الأرض لحد ما بقت مباني فالستة عايزت بيع عشان تنفخ على أولادها وكده والولد ده كان مقر بالأرض مقر وبيقول الأرض أرضها والأرض بتاعتهم بس أنا قاعد فيها بقالي كام سنة طب عايز يعني بيقول أنا مش طالع من الأرض وأنا عايز الحتة اللي أنا قاعد فيها طب أنت دلوقتي بتقول إن الحاجة دي مش بتاعتك أنت معترف يا ريتك حتى بتقول ده بتاعتك فناخده ندي لذا أنت زاك الله خيرا يعني أنت أسرت المسافة وبتقول إن الحاجة دي مش بتاعتك فقال لي كلمة عجيبة أقول قال لي بص من الآخر كده الحياة فرص يا عبد الشيخ الحياة فرص حتى لو كانت بالحرام أو الباطل ودي نقطة دي مش فرصة هذه نسبة عليك أقسم بالله العظيم تطوق بها إلى سبع أراضين الشبر اللي أنت تاخد بالدون عق يتطوق بها إلى سبع أراضين يبقى ده مجنون فأنا عايز أقول لي إخوانا وعايز أقول أنت أقعد دلوقتي يشوف أختك اللي ما تتلاهاش مرافها ما تجعلها أنت ملكش دعو بقى ما تقولش أصلي إحنا عددنا ده تقاليدنا ده كذا وفي لقطة برضو من المظالم الناس بتاخدش بالها منها موضوع الحامة مع بنتها نعم أنا كنت في مشكلة من أزوح والست كأن يعني بتتعامل مع مع مرات ابنها وكأنها جايبها أما بتشغلها عندها طب ليه بتعملها كده طولوا إحنا أنا كنت بعمل لحمتي كذا وكنت وكنت وفي فرق أجيال وفرق قدرات وكل حاجة زائد زائد ما عليش يعني هي مش واجب عليها أصل أن هي تخدمك آه تخدمك بالحب تخدمك بال يعني بالإحسان تخدمك تكون محسنة إليك تمام أما أنت تتعامليها معاملة وما تطلعش من البيت غير بإذن وما تخشش غير بإذن وما يجي لهاش حد إلا بإذن وما تروحش لأمه إليه يعني عشان إيه طب ده ظلم برضو من المظالم الراجل مع زوجته نعم واخد بالحضرتك اللي ما يقول لهاش قدام أهله غير يا بيت عشان يعني وصلوه من أنا يعني أنا راجل بتنبح لها القبطة من أول يوم يعني واخد بالحضرتك وأنا راجل وبقول لها روح يا بنتي وتعالي يا بيت ويا ولية ويتكلم بطريقة سيئة جدا وكألب يعني بتعامل معها أنت ملكيش أصلا حقوق عندي نعم وعلى النقيد أيضا ظلم الزوجة إحنا للزوجة وهذا موجود نص 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 لا لا في العكس والله وفي ظل دكتور سالم في ظل تغول النسويات الآن آآ آآ ده حقيقة وللأسف الشديد وفي ظل للأسف القوانين المجحفة للرجال أصبحت مرأة لأنت استقوي بهذه القوانين يعني حاليا دكتور ممكن حكلم لا تنتبه لذا تكسرت أسفارك للخارج حاليا أصبح في بزنس الجواز بزنس ده منتشر جدا الآن أيوة يعني إحنا بيجينا شكوي كتير جدا بسببه أن البنت بتتجوز بزنس بتكتب أيمة معينة ودهب معين ومجرم بعد الجواز بتطلب الطلاق للضرر وتجيب حاجات وتترفع بقى خمستاشر قضية على الزوج وتتحول الموضوع إلى وضع سخيف جدا جدا والله يبص الله سبحانه وتعالى مطلع من فوق سابق سماوات والظلم ظلمات صح صح أنا بأهب بإخواني نعم ضعوا الأخيرة في قلوبكم ضعوا الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى نعم الأيام بتعد وبتمر والمظلمة دي واللي انت عملته الله سبحانه وتعالى قد ستره نعم متسطر عند ربنا سبحانه وتعالى قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادروا الصغيرة أبل الكبيرة صحيح لا يغادروا صغيرة ولا كبيرة إلا أحطاء نعم ووجدوا ما عملوا حاضرة الظلم العند اللي انت أعنتيه مع جوزك عشان خاطر طلائك فتنتقم في أولاده أو تنتقم اللي فيه نعم 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 المثلة بقى شديدة ايوة جدا الظلم للأسف متبادل يعني أنا أخصد عشان كده أشارت الحضراتك آه طبعا إن قد يكون عند المرأة نعم ظلم شديد جدا وده بقى الظلم دلوقتي على الأولاد الظبط وحاليا بدأنا نشوفه بشكل بشكل فيه بجاحة وبشكل باسم الدين كمان يعني حاليا بدأت تظهر نبرت أنا غير ملزمة بخدمته أنا غير ملزمة بخدمة الأم أنا برضو زي ما قلت مثلا هي شمول زي ما بمثلا بي إن هي تخدم حاماتها هو برضو لكن مطالبة بالإحسان أيضا أيوة طبعا معها برضو إن هو ما يعنيش برضو أنا لو والديتي عايزة حد يخدمها أنا ممكن أجيب لها واحدة تانية صحيح واحدة تالتة واحدة رابعة وده من حقوقي الزبط تمام في يعني إيه المصالح متبادلة لعم سدده وقاربه يعني والأصل زي ما حالك قلت يعني الحياة يبقى فيها تفاهم قدر كبير منه عشان تمشي الحياة أيوة تمام طبعا لنعود دكتور سالم لأصل الموضوع رد المظالم من أجل النقاط التي لابد أن يستعد العبد بها لإستعد رمضان أيوة نعم هل تشير إلى نقاط أخرى من المظالم يعني نحنا تكلمنا في المظالم نعم الناس حيث أن برضو نتكلم عن ظلم الإنسان لنفسي نعم ظلم الإنسان لنفسي أنا لو قلت لك دلوقتي حد مثلا عايز يمسك النار بأيديه ده ظلم نفسه لما يظلم نفسه الظلم طبعا طيب لما يبقى معروض عليك عرض كبير جدا هديك مثال لو قلت دلوقتي أغنى رجل في العالم نعم عام العرض بيقول تعال اخدمني عشر سنين بلاش عشر قال له مشرين سنة اه وبعد ما هموت هديك كل ما أملك والراجل ده صادق وانت المسألة عندك خلصانة وما فيهاش أي لبس هيدك فعلا كل ما يملك وهتبقى أغنى رجل في العالم لو رفضت العرض ده هتبقى ظلم لنفسك ظلم لنفسك مثلا أنا بتكلم فيه النظرة الدنيوية نعم تمام والناس هتقول عليه مجنون وانت ضيعت فرصة عمرك انا عايزة أقول بقى اللي ضيع رمضان ويدخل رمضان ولسه قلبه متعلق بمعاصي ومتعلق بذنون ولسه ما بيؤهلش قلبه ويؤهل نفسه بالعبادات لرمضان لا في الحقيقة انت ظالموا لنفسك انك تحرم نفسك من رؤية ربنا في الآخر ان تظالموا لنفسك ان تحرم نفسك من رفقة النبي صلى الله عليه وسلم ان تظالموا لنفسك صلى الله عليه وسلم ان تساعروا على نفسك وتعسروا على نفسك الوقوف في عرصات يوم القيامة في هذا اليوم الشديد وتخلص تحت هذه الشمس المحرقة في يوم المقدار وخمسين ألف سنة ان تظالموا لنفسك نعم واخذ مال حضرتك انك يكفي بس انك تطلع على معاصيك وعلى ذنوبك وتبقى داخل رمضان وانت ما توبتش منها وانت كان معاك فرصة ان انت تم كل اللي فده بتوبة توبة في دقيقة واحدة في دقيقة والله العظيم مش هقول ساعة ولا هقول ساعة ولذلك وبقول لي قال رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب مش مهما أجل قريب لأنه قد علم بعد موته أنه كان في أجل قريب يستطيع أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى في أجل قريب فانت في عاك الفرصة ولذلك لما أراد الحسن أن يعظ رجلا فقال هو يمشي بجنازة فقال ماذا لو خرج هذا الرجل الآن من موته ورجع قال لك أنا أكثر صلاة وأكثر وكذا قال أنت في الأمنية ففعل سبحان الله أنا لو قلت دلوقتي أي حد مثلا أي حد مات من يومين ثلاثة شهر سنة لو أن هذا الرجل قدر له أن يرجع ماذا سيفعل أهيكون سأكثر صلاة وهيبقى مستني شهر زي الشهر الذي دخلت أن يتحلق من المظالم وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أنا وأنت في هذه الأمنية تم نفعل صحيح تم ننحق نفسينا ليه أب الربنا سبحانه وتعالى بكوارث وحتى كنت دايما بقول لي إخوانا اوعت أب الربنا بمعصية أنت ما تبتش منها الست الحديث المشهور الذي حمست القطة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تاكم من الكشاش الأرض دغلت النار لي لأنها تركت هذا الذنب انتقلت به إلى الأخيرة ما صلحتش الخطأ ده وهي موجودة في الدنيا فانتقلت به إلى الله سبحانه وتعالى فخسرت به الأخيرة كثير من شبابنا للأسف الشديد يؤجل ذنبه ويؤجل معاصيه ويؤجل من أن يتوب من هذه الأشياء حتى يقابل ويلقى الله سبحانه وتعالى لها فيفجأ يوم القيامة تلاقي بقى إيه آه ده انت انت كنت تكشي جدا واخد بله ولكن منعت بسبب كذا فيرى مقعده في الجنة يرى مقعده في القبر فيقال لو هذا مكان إن كنت أطعت الله فأبدالك الله مكانا إلى النار والعكس نعم يبقى كان بيعمل عمل أهل النار وكان خلاص الخطوات اللي هو كان بيعملها ديات بتوجب عليه النار ولكنه راجع إلى الله زراج الذي قاتل مئة نفسه نعم ربنا حركوا الأرض كلها بسبب قبوله إلى الله وتنزل ملائكة الرحمة وتنزل ملائكة العذاب تتخاصل تقول ملائكة الرحمة إنه قد جاءتا وتقول ملائكة العذاب ما فعل خيرا قط وربنا يحرك الأرض كلها عشان توبط راجل واحد فقط فما بالك بتوبة من صلى وصام إلى الله سبحانه وتعالى فما بالك بتوبة من أراد وباله سنين يريد أن يلجأ إلى الله ويريد أن يأعمر ويأفمر ويأعمر ويأفمر بلا شك لما يريد أن يتوب إلى الله يهيئ الله سبحانه وتعالى بتوبة فنسأل الله عز وجل أن ربنا يتوب علينا وأن يصلح اللهم أمين دكتور الحبيب نقطة أخيرة أختم بها هذه الحلقة فضلتك إذا تطرقت إلى قضية كثرة الطاعة والعبادة وضربت مسألة حتى بمسألة لما يروح الجيم ما يبدأش وهو يبدأ بحمل سقيل فبالتالي مش يقدر يكمل دي نقطة مهمة شعبنا بيقولوها يعني مسألة قيام الليل أنا عاوز أبدأ أقوم الليل لكن فكرة الحاجة بتكلم عنها وأنا بشوف الشيوخ بيصلوا الليل كله وأنا مش قادر أصلي وأنا عندي الشغل الصبح وعندي كذا وكذا كيف تنصح من يريد أن يبدأ قيام الله وأن يحافظ عليه وأن يستمر مع التزامه بأعمال أو مشابه طيب أنا عايز أقول لي إخوانا نعم هلنبدأ بالتدريب إزاي أنا صليتي العشاء تمام ما تقولش أنا هنام وأبقى أوم قبل الفجر أنا وأنت لست مؤهلين إلى ذلك الآن نعم تمام هلنبدأ نعمل إيه هبدأ بحتي الصلاة مباشرة بعد صلاة العشاء أبدأ بصلاة خفيفة أصلي الثلاث ركعات لمدة أسبوع ثلاث ركعات أو تربية ثلاثة حلوة قوي كميل أجي بعد أسبوع أزود كمان ركعتين هايسأل عاجز سويلت هيقول لك طيب هل الركعتين دور يعتبروا قيام ليل ده طبعا بل بل يعني العشب ركعات يكتب من القناتين ده ده حاجة حلوة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى طيب تقيم بمنا المقامطرين الشاهد من الإيه يعني أقصد أن قيم ليه هنا لا يشترط أن يكون في وقت السحر لا لا يشترط لهو وقت القيام الليل بيبدأ من بعد العشاء بعد صلاة العشاء تمام هيبدأ يصلي بعد الصلاة مباشرة بعد صلاة العشاء في المسجد اللي أنت فيه أصلي ثلاث ركعات أنا مش عايز منك أكتر من جدا تمام لمدة أسبوع الأسبوع الثاني أبدأ أزود كمان ركعتين الأسبوع الرابع أو الثالث أبدأ أزود طب بدأت الحد ما وصلت اللي في الوحش بقى أنا صليت حداشر ركعة أبدأ أزود مثلا ركعتين منهم أقرأ مثلا صورة مثلا صورة النبأ صورة النازعات صورة مثلا أنا بجد قلبي فيها أطول فيها شوية أكرر فيها الآيات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز والحكيم ترددها تبدأ اطلق السلم وحدة وحدة إنت عودت على قيام الليل سبدأني مش هتقدر تسين مش هتقدر يعني إنت لو نفسك بتقول لك يا الله بقى مش كلام مش هتعرف زي اللي بيصلي وأنا عايز أخطب بحت صنونة كده رمضان بيقول لك أنت تقدر يعني إنت بتيجي من الفجر لحد المغرب ما بتقدرش إلى تشرب سجارة ولا تقدر تاكل صحيح ولا تقدر تعمل أي حاجة تمام؟ يعني رمضان قال لك أنت تقدر أنت تقدر تعمل حاجة دي كذلك أنت تقدر تقيم الليل الله أنت تقدر تسوم أنت تقدر تسيل الذم أنت تقدر ففي فرق بين أنا مش قادم وأنا مش عايز نعم فإحنا لا إحنا عايزين نقدر على ترك المحرمات وفعل الطاعات ربنا ربي يبلغنا أياكم رمضان أكتور سالم ويجعلنا وياكم ويكتبنا من الصائمين والقائمين هذا العام اللهم أمين كل شكرا وتقدير لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور سالم أبو غالي أدعي الإسلامي شكرا الله لكم سيدنا ورضي الله عنك وحياكم شكرا الكريم اللهم أمين يا بغي الخير أقبل ويا بغي الشر أقصر هيا كلماتهم من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن نتهيأ من الآن إلى استقبال هذا الشهر الكريم شهر رمضان بزيادة الطاعات بالبعد عن المعاصي بالإقبال على الله سبحانه وتعالى كما أوصى الدكتور سالم بمسألة الاهتمام بالقلب أن يهتم العبد بقلبه وأن يعمل على طهارة قلبه حتى ينجو يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم هو سبب النجاة يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى كذا رد المظالم إلى أهلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض ورجل دخل النار في كلب سقاه لك أن تتخيل أخي الكريم أخت الفضلة امرأة تدخل النار بسبب قطة عزبتها حبستها بس دخل بسببها النار ورجل دخل الجنة في كلب سقاه كلب سقاه فأدخله الله الجنة فما بالك بمن يظلم أخوه ولي يظلم أخته ولي يظلم شقيقه ولي يظلم جاره ولي يظلم من يعمل معه أو يظلم الظلم ظلمات يوم القيامة رد المظالم إلى أهلها إن كنت تريد أن تستقبل رمضان بشكل صحيح أقبل على الطاعات أترك المعاصي ابدأ ترد المظالم إلى أهلها فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من قام رمضان أو من صام رمضان إيماناً وحتسب غفر له ما تقدم من ذنبه كل العلماء بيقولوا أن هذه المغفرة مغفرة لكل الذنوب إلا حقوق العباد لا يغفرها الله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ الكريم إلا إذا تحللت منها تحلل من المظالم قبل أن يكون يوم لا تتحلل فيه وتندم في وقت لا ينفع فيه الندم إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الحلقة على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى سألين الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يكتبنا وإياكم من الصائمين والقائمين اللهم أمين للحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للحديث بقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة